سيقول السفراء من الناس ما ولاهم عن تولتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يعدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطلتكم من شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا الله وما كان اللهم يضيع إيمانكم إلا الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة صغراها فولي وجهك تضغى المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوف الكتاب ليعلمون أنه الحق مرد بهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوف الكتاب بكل آية ما ترعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن استبعت أهضاءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون هنا من المنتدين ولكل مجهة وموليها فاتبطوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فولي وجف شطر المسجد الحرام وإنه لن أقل من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرجت فولي وجف شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ولقوا منهم فلا تخشوهم اخشوني ولأذن نعمتي عليكم ولعلكم تأتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استغينوا بالقضر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يختل في سبيل الله أموات بل أحياء ولات لا تكفرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنس والثمرات مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم طلواكم من ربهم ورحمة وأولئك هم المفتدون إن الضفا والمروث من شعائر الله فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع صيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكلمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوا عليهم وأنا السوار الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلش التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل داقة وتصلي في الرياح والسحاب المتقر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقذ من دون الله أنداد يحبونهم فحب الله والذين آمنوا أشد سحبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتفصعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ثرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم بغاهم بقارئين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا صيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذر الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يحسبون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاءهم ونذاء أمهم بمهم ينقهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوم صيفا بما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليهم الميتة والثمى ولعم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكشمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولو عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ولا نفى بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اخلقوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائفة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعرفهم إذا عاهدوا والطابرين في البأساء والفراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون يا أيها الذين آمموا كتب عليكم القصات في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أطيه شيء فالتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تطبيق من ربكم ورحمة فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصات حياتي يا أولي الألباب لعلكم تستقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترى فخيراً المصرية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المستقيم فمن بذله بعدما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلون إن الله سميعاً عليم فمن قاب من الموصين جنفاً أو جزماً فأصلح بينهم فلا إسم عليه إن الله غسول رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياماً معدوداً فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فإستكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذيكم فعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذل للناس مبينات من الأداء والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الحزة ولتكبروا الله على ماذاكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الضاعي إذا تعاني فليستجيبوني وليكمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرصة إلى نسائكم هم لباث لكم وأنتم لباث لهم ألم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدون فراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعظموا علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليهم وعفى عنكم فالآن باشرون وردهوا ما فتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاففون في المساجد تلك حكوم الله فلا تطربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباثل وتذلوا بها إلى الجباب لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون ليسألونك عن الأجلة قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بأن تأتوا الويوت من غرورها ولا فين البر من استقار وأتوا الويوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتبين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاصلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنكم ويكون السين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصار فمن اعتذى عليكم فعتذوا عليه بإذن ما اعتذى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التالفة وأحسنوا إن الله يحب المسجدين وأفهم الحج والعمرة لله فإن اخترتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأته ففديكم من صيام أو صدقة أو نصف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم بلق عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله وحاضر المسجد الحرام واستقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن ترض فيه إن الحج فلا رفة ولا قتوب ولا جدال في الحج فما تقلوا من خيره يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقونياء للألباب ليس عليكم جناء أن ترتقوا فظلم يربكم فإذا أخذتم من عرفات فاتسروا الله عند المشهر الحرام والسلوك ما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفضوا من حيث أخاو الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيكم مناسقكم فاتسروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكران فمن الناس من يقول وضناءاتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آبنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومطنا عذاب النار أولئك لهم نصيهم مما كتبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معتودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اشتغى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب بقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألس القصام وإذا تولى فعا في الأرض ليصدد فيها ويملك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحذبه جهنم ولبيت المهاد وعن الناس من يشري نفسهم في غار مرضات الله والله رؤوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا فلوك في المكاف فهم لا تستبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتهم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللهم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة كنيا ويصفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حتاب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فرد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حكثتم أن تدخلوا الجنة ولما يأخذهم مثل الذين خلوا من قبلكم مسترهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قدير يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ونقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليهم القتال وهو فره لكم وعساء أن تبروا شيئا وهو خير لكم وعساء أن تحفوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وفض عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكثر عند الله والفتنة أكثر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغزر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أكحاض النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما آئف كبير ومنافع للناس وإسمه ما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفة للك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن الجزام قل إستاذ لهم خير وإن تقالدوهم فإقرامكم الله يعلم المفتد من المسلح ولو شاء الله الآياتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمن ولأمكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولأمكم مؤمنون خير من مشركة ولو أعجبتم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن أتى يطهر فإذا تطهن فأتوهن من حيث غمركم الله إن الله يحب التواهين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لهم فأتوا حرتكم الناشئ ثم قدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ولا قوه بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله مرضة لأيمانكم أن تغفوا وتتقوا وتفجحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قدوبكم والله غفور حليم للذين يفلون من نسائهم فربسوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن هزموا الصلاة فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يفتن ما قلب الله في أرحامهن إن كن يفتن بالله واليوم الآخر ومعولتون أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إفلاحا وله النمث الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن برجة والله عزيز حكيم الطلاف مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسليع بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفما لا يقيما حدود الله فلا جناع عليهما فيما افتدت به فلك حدود الله فلا تعتذوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعض أسات منكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناع عليهما أن يتراجعا إن رنا أن يقيما حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغن عجلهن فأمسفوهن بمعروف أو تذفعوهن بمعروف ولا تنسفوهن ضغارا لتعتدوا ومن يقع ذلك فقد ظلم نفى ولا تتخذوا آيات الله ذلوا ومصروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغن عجلهن فلا تعبلوهن أن ينجحن أزواجهن إذا طرادوا بينهم بالمعروف ذلك يبعذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزالكم واصلوا والله يعلموها أنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رصوهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا بصحها لا تضار والدكم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الماليس مثل ذلك فإن أرادا قصالا عن طراض منهما وتشعر فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوقعون منكم ويذرون أزواجا يتغبصن بأنفسهن أربعة أشهرين مع أشرا فإذا ولدنا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون قدير ولا جناها عليكم فيما عررتم به من خطبة النساء لو أفننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستسرونهن ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن تقولوا خولا معروفا ولا تعظموا عغدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فعذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسرون أو تفرضوا لهم فريضة ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المحفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحفرين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لهن فريضة فنص ما فرصتم إلا أن يعقون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعقوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلغات والصلاة الوصفة وقوموا لله قاندين فإن خفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فازقروا الله فما علمكم ما لم تقوموا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض غير إخراج فإن خرجنا فلا جناع عليكم فيما فأن فيه أن تفهن من معروف والله عزيز حكيم هو للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من بيالهم فهم قلوف حذر الموت فقال لهم الله نوتو ثم أحياء إن الله له فضل على الناس ولا في الناس ورى الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله طغبا حسنا فيغاعفه له أضعافا كثيرا والله يقرض ويقصد وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل أعطيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي من الله قد بعث لهم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يفتسع ثم من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التعبوث فيه سبيلكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل الغالوذ بالجنوب قال إن الله مبتديهم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ما قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر علينا قبرا وسبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين فأزموهم بإذن الله وقتل داود جاند وآتاه الله والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفت الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين